ماذا كي الناس تأمن بهذه باللي يروح عندها جلطة يروح مع إجراء عمليات تجميل أسنان وهو ليحوز إلا على شهادة التاسعة متوسط وكي ينستعمل مواد منتهية صلاحية في صالونات التجميل الفاخرة اللي يخلصوا على الساعة 3 ملايين و 5 ملايين ومن بعد عرفوا باللي في غرصة الشعر كاترونغي على غرصة الشعر بنعمير عاقتونا غرصة الشعر واستعملت فكل هذه العمليات خطيرة نفخ الوجه الوجنتين الشفاه كلها كانت تتم بوسائل غير نظيفة وبإبر تستعمل لأكثر من مواطن ومن طرف أشخاص مستواهم ابتدائي ومتوسط ويقدموا رواحهم على أساس أنه خبير التجميل العالمي في الصالون الفاخر في الشارع الفلاني ينتظركم إعلانة الفيسبوك المظلية طبعا